عندما تتوقف عجلة الاقتصاد عن الدوران وتصبح الدوائر الحكومية مرتعا للفساد الإداري يذهب ألاف الخريجين الجامعيين والمهنيين والحرفيين إلى المجهول وتلك هي المعضلة الكبرى التي يعاني منها بلد غني بالثروات مثل العراق حيث أصبحت أزمة البطالة السمات الأبرز في حياة الشباب العراقي أكثر من 40% من الشباب عاطلون عن العمل بحسب مصادر مطلعة وتتزايد هذه النسبة كل عام مع تخرج آلاف الطلاب من الجامعات واقتصار الوظائف الحكومية على المحسوبين على الأحزاب النافذة ومن يقومون بدفع الرشاوة للمسؤولين عن التوظيف هذا الأمر يذكر بتصريح سابق لوزير المالية الأسبق علي علاوي أكد فيه أن الأشخاص الفضائيين الذين يأخذون رواتب من الدولة يتراوح عددهم بين 200 ألف و250 ألف شخص أما الموظفون الذين بلا دوام فأعدادهم أكثر من ذلك مبينا أن هاتين الفئتين تشكلان نحو 20% من الموظفين وتخصص لهم 20% من موازنة الرواتب سنويا وبالنسبة لما تبقى من وظائف حقيقية فلا تعتمد على الكفاءة والخبرة وإنما على المصالح الحزبية والميليشيوية فلذلك يسيطر الفشل على عمل المؤسسات الرسمية تدمير القطاع الصناعي بشكل شبه كامل ومن ثم الزراعي زاد من أزمة البطالة وحولها إلى أزمة وجود معيشية أصابت كافة فئات المجتمع وحولت العراق إلى بلد طارد لأبنائه بينما يستقطب العمالة الأجنبية لأسباب تتعلق بالحسابات السياسية والمالية القضاء على البطالة لا يتم بوعود وهمية وإجراءات ترقيعية لا يمكن للسوداني أن يتعداها في ظل منظومة حكم تمارس دورها الوظيفي في إبقاء الشعب على حافة الفقر وترك الشباب يطارد حلم الوظيفة والعمل بينما يتفرغ زعاماء الأحزاب والكتل لبناء إمبراطورياتهم المالية